أقف بينكم اليوم لتقديم برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة مجدداً معكم العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات المواطن المصري لقد اعتمد برنامج عملنا بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني ومختلف الاستراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطننا في المكانة التي طليق به وعلينا بادئ زيبد أن ندرك طبيعة التحديات التي نواجهها وهي تحديات ذات وجوه متعددة الوجه الأول يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ عشر سنوات والتي بزلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهداً كبيراً في تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة والسطاح الأراضي وتطوير الصناعة وتطوير العشوائيات وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجاً وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المزمنة والتوسع في إنشاء الجامعات والمدارس والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في القرى ومبادرة مائة مليون صحة ومبادرة تكافل وكرامة ترجمة نانسي قنقر